اهلا بكم بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي مع الرئيس الاماراتي محمد بن زايد المسجدات على الساحة اليمنية وفق وكالة الانباء الحكومية فان العليمي عقد اللقاءات مع القيادة الاماراتية حول تطورات الاوضاع خصوصا ما يتعلق بالاصلاحات الاقتصادية والخدمية والدعم المطلوب تأتي زيارة العليمي في ظل تصعيد حلفائها الانفصالين وتهديدهم ببسط سيطرة كليا على كافة المحافظات الجنوبية هدد زعيم ميليشيا الحوثي عبد الملك الحوثي بالتصعيد العسكري ضدائية محاولة من قبل الحكومة لعادة تصدير النفط المتوقف منذ ثمانية اشهر وقال في حديث تلفزيوني بثته قناة المسيرة التابعة الميليشيا انه سيستهدف كل محاولة لنهب الثروات من محافظات اليمن في اشارة الى محاولات تصدير النفط والغاز وتعليقا على التحركات الاممية والدولية الرامية لوقف الحرب قال ان المطلوب هو وقف ما اسمه العدوان وانهاء الحصار والاحتلال ومعالجة ملفات الحرب وجدت زعيم الميليشيا رفض جماعات مساعي السعودية للعب دور الوساطة في النزاع باليمن من جهتي قال عض مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلن ميليشيا الحوثي تقوم بتحركات عسكرية استعدادا لجولة جديدة من الحرب جذلك خلال لقاء مجلب السفير الامريكي لدى اليمن استيفن فاجن لمناقشة جهود السلام في اليمن وفق لوكالة الانباء الرسمية سبا شارل ان الميليشيا نقلت اسلحة ثقيلة الى عدد من الجبهات وتجند الاطفال في المراكز الصيفية وتعمل بوتيرة عالية على حفر خنادق وتستحدث مواقع عسكرية ومنصات لطاق الصواريخ ضاف ان تصعيد الميليشيا في وقت تبذل فيه الامم المتحدة ودول اقليم والمجتمع الدولي جهودا لاحلال السلام مؤشر على عدم جديتها في السلام جددت شركة الغاز اتهاماتها لميليشيا الحوثي بمنع وصول الغاز المنزلي القادم من مأرب الى مناطق سيطرتها وقال مصدر في غرفة العمليات المشتركة للغاز ان الميليشيا اغلقت منذ اكثر من اسبوعين المداخل البرية للمحافظات والمدن التي تسيطر عليها ومنع الدخول المقطورات المحملة بالغاز مشيرا الى ان الميليشيا تستبدله بالمستورد عبر ميناء الحديدة وتفرضه على المواطن بالقوة وتبيعه باسعار مرتفعة ويبلغ سعر استوانة الغاز التي تمنع الميليشيا وصولها 4500 ريال فيما تستبدله بغاز مستورد وتبيعه للوكالة بسعر 7200 ريال للسطوانة الواحدة في سياق اخر توفي ستة اشخاص اختناقا في بئر مياه اثناء حفرها بمديرة افلاح اليمن وسط محافظة حجة وقال مواطنون ستة من ابناء قرية الحدب بعزة جياح اختنقوا جراء نقص الاكسجين وانهيار جزئي اثناء حفر بئر عميقة يأتي هذا بعد ايام من وفاة اثنين اخرين اختناقا بعواد مولد داخل بئر مياه في مديرية كحلان الشرف بمحافظة حجة في امان الله